في يوم من الأيام كانت أرضنا الصحراء فاضية أراضي مفكة كمفرقة وحدها بن سعود بكلمة وكملها محمد برؤية السعودية لم تكن كذلك قبل 79 كانت دائماً اللغزة المجهول لكل العالم لن نفيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة تقول لي إيش حصل الغموض؟ أقول لك السعودية تغيرت أهلاً مستهلاً مديوثنا الكراك بس من جد لماذا السعودية تغيرت في يوم وليلة؟ الشعب السعودي عاصر أشياء كثير غريبة ورهيبة في نفس الوقت لدينا اليوم في السعودية أربع مناطق مسجلة على خارجة العال الرياض ومنطقة مكة والمدينة والمنطقة الشرقية في كل منطقة يتميز شعبها بميزة مختلفة عن الباقي تلاقي طباع السعودي في الصحراء جاف حار كريم يصبر ويقدر يعيش بقليل وفي الجبال تلاقي طبيعة السكان هادية وعقلهم أصفى ينتاجوا بالقوة الجسدية وعند السهول والشواطط تلاقيهم منفتحين على بعض رائقين بسيطين يحب الحياة وقعد جميع المناطق بينما سوف يحدث فيها نقلة نوعية وعلى مر أكثر من ثمانين سنة تعيشنا مع أفكار مختلفة مع كل ملك لكل طبيعة حكم ملك كان فيه طعم ولون وريحة مختلفة ابتداء من تأسيس الدولة على يد عبدالعزيز آل سعود نقدر نوصف حكمه بالفترة الحمرة والسودة قال له لأن هذه تعبر على القوة والسطوة والتأسيس بعدها جاء الملك سعود ولننصف فترته باللون الأزرق الباهث لأنها كانت تعبر عن بداية الاهتمام بالتعليم وعمرنا بفتح مدارس للبناء ومما أثج صدورنا ما شاهدناه من إقبالي على تلك المدارس وفي عهد الملك فيصل كانت فترته توصف باللون الأصفر والوردي عشنا في فترته تغييرات داخلية وخارجية خلت المملكة تكون في مركز مهم في العالم أيها الإخوة المواطنون إننا ولله الحمد سائرون على محجة بيضاء وفي عهد الملك خالد كان اللون الواضح هو الأخضر الشعب كان وقتها مرتاح مادياً فترته كانت توصف بالوفرة وانا إن شاء الله أخدمكم كل شيء مع مساعدتكم الإنسان بشر وفي عهد الملك فهد كان اللون السائد هو البني والبنفسجي لأنها تعبر على الانضباط والحزم والاعتماد على النفس والثقة ما كانت موجودة هذه الصحوة قبل عشرين سنة أو ما يقارب لهذا الصحوة الإسلامية ما كانت موجودة في عهد الملك عبد الله كانت فترة توصف باللون الأزرق الفاتح لأنها تعبر عن التفرع والتطور اللي صار في المملكة من ناحية التعليم ما لحد عليكم فضل أبداً أبداً بالعكس بالعكس ومع جميع التطورات اللي بتصير مع كافة المجالات كانت السعودية تمتاز بالعشوائية لغاية مجاح حكم الملك سلمان راح سنوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله وأن يحفظ بلادنا وموتنا لأمنة والاستقرار لكن المرة دي كانت معا مفاجأة لا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق مئة في المئة تعتبر الفترة اللي عايشينها حالياً بالقوس قزح متفرعة منه كل الألوان في كل المجالات فقط مرحب بالحالمين اللي ديريدونسون عالم الجديد كل هذا بسبب رؤية عشرين ثلاثين يميه رؤية للشكل هي الرؤية مرتكزاتها لابد تحط مناطق قوتك المهندس للرؤية كانت عنده وجهة نظر مختلفة نظرة للمنطقة لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة من المدن من التقنيات من الصحة الخدمات إلى آخره أهداف السعودية في المستقبل كلها معتمدة على اليد والعقل السعودي تحقيق أهداف رؤية عشرين ثلاثين معتمدة على مشاركتنا في التنمية الوطنية يعني كلما تكون شخص فعال وبيتطور كلما نعكس نجاحك على الوطن واليوم لدينا شعب مقتنئ نعمل معه بشكل قوي الوصول بمملكة عربية السعودية ومشاريعها وبارة مجهل إلى أفاق جديدة في العالم التحول اللي نشوفه في السعودية اعتبر جديد ومختلف عن الشي اللي تعودنا عليه فلازم كلنا نساهم مع بعض عشان نحقق الرؤية ولا أن اليوم يوم الوطن حبينا نقول لكم كل سنة وانتوا طيبين والوطن سالم وانت هل تعتقد أن السعودية كان لازم تتغير ولا لا؟ جاوبونا في التعليقات لا تنسوا تسوى سبسكرايب ولايك وتشغلوا جرس تنبيه القناة ترجمة نانسي قنقر